لما كان حسان في زمن عمر يقول الشعر في المسجد فناداه عمر قال أتقول الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أقول وفيه من هو خير منك واضح عمر الخليفة شوش يرد عليه يقول تقول الشعر في مسجد رسول الله قال كنت أقول وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليه فاستدل حسان بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قوله الشعري في المسجد لا يجوز كما أنكر عليه عمر طيب لكان النبي من باب أولى أنه ينكر عليه كون النبي لم ينكر دل هذا على الرضا والقبول والدليل على أن عمر ماذا فعل سلم سكت خلاص صح كلامك صحيح طالما كنت تنشد الشعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أنا أتراجع خلاص تنازلت عن قولي نعم